هذه ريح خبيثة لعن الله هذه الريح انها ريح شديدة يا لها من عاصفة قوية سب الريح كيف يكون سب الريح يقع سب الريح بشتمها او لعنها او التسخط منها كأن يقول هذه ريح خبيثة لعن الله هذه الريح ما حقن سب الريح وما الدعاء الوارد عند رؤيتها يقول صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح فاذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم انا نسألك من خير هذه الريح ومن خير ما فيها ومن خير ما ارسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما ارسلت به لذلك يحرم سب الريح لانه في حقيقته سب لله جل وعلا سب الريح هل يدخل في باب الشرك الاكبر سب الريح قسمات القسم الاول حكمه شرك اكبر كأن يسب الريح معتقدا انها الفاعلة بنفسها او انها فاعلة مع الله تعالى القسم الثاني حكمه التحريم كأن يسب الريح مع اعتقاده ان الله وحده هو المتصرف فيها ما الحكمة من تحريم سب الريح ان السب في حقيقته يقع على من ارسلها وهو الله عز وجل انه سب لمن لا يستحق السب فان الريح خلق مسخر منقاد لامر الله ما يتضمنه السب من الاعتراض على قضاء الله وقدره هذه ريح شديدة هذه عاصفة قوية ما اشد هذه الريح هذه العبارات التي يقصد منها مجرد الوصف والاخبار لا تعتبر سبا للريح قال تعالى انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ترجمة نانسي قنقر